نحن موجودون في باب السلسلة أحد أبواب المسجد الأقصى الذي يخرج منه المستوطنون من بعد انتهاء اقتحاماتهم النساء على الأرض هنا في البلد القديمة بفعل دفع قوات الاحتلال وشرطة الاحتلال لنساء والفلسطينيين الذين تم إبعادهم عن المسجد الأقصى تزامنا مع الاقتحامات التي بدأت في ساعات مبكرة من صباح هذا اليوم وسوف تستمر على مدار فترتين في ثاني أيام عيد رأس السنة العبرية قيود الاحتلال بدأت منذ الليلة الماضية منع الفلسطينيون من أداء صلطي المغرب والعشاء وفجر هذا اليوم والقيود مستمرة لصالح هذه الاقتحمات التي من خلالها يقحم الاحتلال الإسرائيلي المسجد الأقصى في مناسباته الدينية كما هي السياسية الآن صرخات الفلسطينيين هنا عند عدبات المسجد الأقصى الذين تم دفعهم وتم إبعادهم بالقوة بسبب هذه الاقتحمات نرى هنا دماء على رأس أحد الفلسطينيين الذين تم إبعادهم بالقوة لصالح تأمين هذه الاقتحمات التي تتم بحماية قوات الاحتلال من باب السلسلة كريستين ريناوي العربي القدس المحتلاء اشتركوا في القناة